بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف الخامس الاتدائي في درس جديد من دروس مادة العلوم هندس مع بعض بإذن الله تعالى المشروع البيني للتخصصات تحلية مياه البحر بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة مع تفعيل زر الجرس لتيسلكم كل نديد طبعا إحنا هنستخدم مهاراتنا في العلوم وفي الرياضيات لإيجاد حل لمشكلة حقيقية يعني احنا هنعرض مشكلة حقيقية وهنحاول باستخدام مادة العلوم ومادة الرياضيات في إيجاد حل لمثل هذه المشكلة طيب إيه هي المشكلة؟ هنا هو عندي ثلاث أشخاص لؤي وفريدة وكرمة دولة الثلاثة قاموا برحلة إلى شاطئ أبو قير بالإسكندري وأثناء رحلتهم المياه اللي معاهم مياه الشرب يعني خلصت فأراد لؤي وفريدة أن يشرب من مياه البحر قالوا تعالي احنا ننزل من مياه البحر ونشرب فكرمة راح اتمنعتهم وقالت لهم إيه؟ إن مياه البحر دي غير صالحة للشرب يعني ما ينفعش إن كنتوا تشربوا إيه؟ تشربوا منها طيب فلؤي وفريدة؟ قالت لهم إيه؟ ليه؟ كرمة قالت لأن مياه البحر مياه إيه؟ مالحة وطعمها سيء لكن لو إنتوا عايزين تشربوا مياه البحر يجب أن نجد طريقة لفصل الماء عن الملحة يعني إحنا عارفين إن مياه البحر مالحة يعني إيه مالحة؟ يعني فيها نسبة أملاح عالية جدا فعشان إن إحنا نشرب مياه البحر لازم نفصل الماء عن إيه؟ عن الملح فريدة بتقول إيه؟ هل هناك طريقة يمكن من خلالها فصل الملح عن ماء البحار والمحطات؟ كرمة قالت لها نعم نستطيع تصميم نوع من المرشحات يبقى إحنا هنحاول إن إحنا نصم النوع من إين؟ من المرشحات ليه؟ عشان نفصل الملح عن المياه ونعمل حاجة اسمها تحليط مياه البحار والمحطات طيب إيه الهدف من التصميم؟ الهدف من التصميم إن إحنا نصمم ونبني مقطر شمسي ده بيسخن المياه الملحة إلى أن إيه؟ إلى أن تتبخر فطبعا لما المياه تتبخر أولا المياه التي تتبخر سواء من المحطات أو من البحار أو من الأنهار دي البخار دوت دي مياه إيه؟ مياه عزبة حتى لو مياه ملحة لما الماء لما الشمس طب إيه؟ على فكرة أولاد إيه اللي بيخلي فيه أمطار؟ الأمطار دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن بخار ماء بيخرج من تفاعل الغلاف أو تفاعل الشمس مع الغلاف المائي بالحرارة بتاعتها فالغلاف الماء بيعمل إيه؟ بيسخن فبالتالي بيطلع بخار ماء بخار الماء دوت بيصعد إلى طبقات الجو إيه؟ العليا بيكوري السحاب السحاب بيعمل إيه؟ بينزل لي مياه أو أمطار تمام كده؟ طيب هنرجع مع بعضينا إيه المقصود بتحلية مياه البحار أو تحلية مياه البحر أولا تحلية مياه البحر يعني عملية إزالة الأملاح من المياه والمعدن الزائبة فيه تاني يعني إيه؟ تحلية مياه البحر يعني إحنا بنزيل الأملاح يعني بنشيل الأملاح من المياه عشان نعرف إيه؟ عشان نعرف نشربها يبقى إذن بتصبح المياه إيه؟ عزبة طيب بتتضمن العملية الحرارة يعني لازم يكون فيها حرارة أو تسخين لأن إحنا بنسخن المياه الملحة للحصول على إيه؟ على البخار بخار الماء بخار الماء بيتكسف زي السحب لما السحب تتكسف وتنزل على هيئة إيه؟ أمطار ثم يتم جمع هذا البخار المتكسف كمياه إيه؟ كمياه عزبة كده أنا فهمت يعني إيه؟ تحلية مياه البحر بيطلق على هذه العملية في الطبيعة اسم دورة المياه دورة إيه؟ المياه طيب إيه هو المقطر الشمسي؟ إيه المقطر الشمس؟ طبعا المقطر الشمس ده جهاز بيعمل على تقطير المياه طب يعني إيه؟ عملية التقطير نقول له عملية التقطير دي تسخين المياه الملح وتبخره ثم جمعه مرة أخرى كماء نقي نظيف ممكن إحنا نعمل إيه؟ نشربه بتعتمد المقطرات على الحرارة والطاقة التي تأتي منين؟ من الشمس يبقى المقطرات بتعتمد على إيه؟ على الحرارة لأن طبعا الماء لا يتبخر إلا في وجود حرارة إلا في وجود إيه؟ حرارة طبعا حرارة مرتفعة شوية طيب ننتقل إلى يمكنك الاستعانة بالتصميمات المختلفة الآتية ده طبعا الشمس وده إيه؟ نموذج رقم واحد وده نموذج رقم إيه؟ رقم اتنين طيب بالنسبة ليه عملية التصميم الهندسي أولا فكرة الفكرة بعد كده هو طبعا عايزين عشان ننفذ الفكرة لازم يكون عندي مواد طيب المواد موجودة إذن لازم يكون فيه خطة لازم يكون فيه خطة عشان من خلالها هبتدي أعمل إيه؟ هبتدي أنفذ أنفذ الخطة بعد كده هوت هختبر هل الخطة نجحت أم فشلت بعد كده التسخين هنعمل إيه؟ هنسخن أو التحسين يعني إيه؟ لو أنا عندي عيوب لو أنا عندي إيه؟ عيوب هعمل إيه؟ هحاول أتلشاها عندي مميزات أضيف ليها مميزات أخرى وهكذا يبقى إذن بتبدأ بفكرة وتنتهي بإيه؟ بتحسين وتنتهي بإيه؟ بالتحسين رقم واحد الفكرة الفكرة إحنا هنصمم مقطر شمسي هنصمم مقطر إيه؟ شمسي تمام؟ طيب أنا عايز بديل للشمس ممكن نستخدم مين؟ من مصباحة الكهرباء هدو طيب نشوف كده طيب إيه المواد؟ طيب أنا عشان إيه؟ الفكرة الأول بعد كده المواد لوحة ملشقات أو ورق تصميم من أجل المخطط النهائي طيب إيه تاني؟ مواد التنفيذ ورق ألمونيوم ورق مقوم أو عيد خلط عصي خشبية ورق إيه مشمع ماء مالح مصطرة صينية معدنية للمغبوزات صينية اللي احنا بنحط فيها الشاي مثلا بكرت بلاستيك شفاف أكواب من البلاستيك أو الورق مواد التركيب شريط لاصق شريط لحام أشريطة إيه؟ مططية وسامغ فالخط ورقم ثلاثة اللي هي الخطة هنعمل إيه؟ هنجمع المواد التي حددتها حددتها لتنفيذ التصميم كل المواد اللي احنا حددناها اللي هي في رقم اتنين المواد عشان إيه؟ ننفذ التصميم وهرسم تصميم للمقطر الشمسي المراد إيه؟ تنفيذه زي ما احنا إيه؟ بنرسم هو ورقة أو قلم وكده يعني طيب رقم أربعة التنفيذ هننفذ التصميم اللي احنا إيه؟ ابتكرنا رقم خمسة قم باختبار إيه؟ باختبار التصميم اختبار واحد هل يجري المقطر الشمسي عمليه التكسف؟ واحنا اللي شغالين بيعمل المقطر الشمسي ده عمليه التكسف؟ طيب اختبار اتنين هل تم حصر الماء المكسف داخل المقطر الشمسي؟ يعني فيه ماء بيتكسف من البخار هل احنا حصرناه عشان نعرف ونشوف كمية المياه مثلا قد إيه؟ طيب اختبار رقم ثلاثة هل ستتمكن من جمع المياه المتبقية؟ طيب بالنسبة للتحسين والعرض التحسين والعرض هنختبر سير عمليه التقطير وإذا وجدنا عيوبا بالتصميم يجب عليك عدد التصميم لو احنا لقينا فيه عيوب في التصميم هنعيده ونشوف ايه ونحسن طيب التحسين العيوب بالنسبة ايه؟ تحسين العيوب ثم اقوم بعرض تقديم لمشاركة التصميم وطريقة ايه؟ وطريقة تنفيذه طبعا اقول له ايه؟ كل فرد طلب منه مادة عمل ايه؟ احضرها ده بالنسبة كيف تأكدت ان افراد مجموعتك تعاونه على تصميم مقطر الشمس يعني انا مثلا قلت له ايه مثلا احنا عايزين مصطرة جابها التاني عايزين ورق الامونيوم جاب عايزين اوعيد خالط جاب عايزين عصي خشبية التاني ايه؟ جاب كل افراد المجموعة كل فرد طلب منه مادة عمل ايه؟ احضرها هنا هو ماء المواد التي استخدمتها طبعا احنا هنقول طبعا هنقول له ايه ورق مقوى ورق الامونيوم وماء وملح ماء مالح ومصطرة وصينية وشريط ايه؟ وشريط لحيم السؤال اللي بعد كده ما هي التحديات التي واجهتها؟ اذكروا مشكلتين على الاقل وطرق حلها مشكلة رقم واحد المشكلة الاولى اقول له ايه اختيار مجموعة من من الاصدقاء لعمل التصميم دي كانت طبعا ايه بتمس المشكلة طبعا احنا حللنا المشكلة ازاي؟ اقول له تم اختيار افضل مجموعة في الفصل طب المشكلة رقم اتنين كيفية حصر الماء المكسف داخل المقطر ايه؟ الشمسي ازاي احصره داخل هذا المقطر طيب الحل اقول له تم عمل وعاء خاص بالمقطر الشمسي اللي جمع ايه؟ اللي جمع الماء طيب السؤال رقم اربعة هل نجح التصميم الخاص بك؟ كيف قررت مدى نجاح وفعالية النموذج الخاص بك؟ اقول له طبعا نجح هذا التصميم طيب ايه اللي عرفك ان هذا التصميم نجح اقول له طبعا احنا عملنا استخراج ماء عزب صالح لايه؟ صالح للشرب بكده حبابي ننتهي من شرح المشروع البيني للتخصصات تحلية مياه البحر بدعوكم لعمل سبسكرايب او اشتراك على قناة العلم والمعرفة مع تفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة